يعني نزل الولد من أحشائك ونيموك دغري قبل ما تكملوا شتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس 2010 نفس السنة كانت سنة مفصلية بحياة أبو لؤاي بنفس السنة 2010 مع عبير مصبوط تاريخ ولادة ابني الصغير أداة كانت الساعة ستة صبح كل ما بتذكر هديك اللحظة بعيشة من أول وجديد شو صار الساعة ستة صبح دخلت على المستشفى بآخر شهر الثامن بقيان يومين ثلاثة لشهر الثامن لا يخلص فإجاني طلق مفاجئ كليتنا تفاجئنا موعد ولاتي كان لهلأ الحمل كان طبيعي كان كتير منيح المتابعة الطبية كان كله طبيعي أثناء الحمل كان طبيعي كنتي عم تعملي كل شي بطريقة منتظمة وكل شي كل شي طبيعي كل شي كان طبيعي تذكري لي لحظات لما سمعت دقات قلب ابنك هو وبأحشائك أنت وعم بتتابع خلال فترة الحمل وأنا بعشق الأولاد فما بلك عباس مع دقات طفل أنا عبانطره بفارغ الصبر يعني أنا اجبت ابني كبير مثل الأمر وعبانطر ابني الصغير قلدي يجي على أجمل أجمل إنسان على وش الكرة الأرضية عم تسمع الإمداءات قلب ابنه هي وحامل عم تتخيله أجمل صبي بالعالم واجت لحظات الولادة بالشهر التامين دخلت إلى المستشفى شو صار تحديدا لصرفي ولادة بأواخر الشهر التامين ما صار شي فجأة فجأة أول ما نزل الولد من أحشائك ما حطولك يا على صدرك لا يعني نزل الولد من أحشائك ونيموك دغري ايه كرمال مضاعفات الولادة يعني ما أتقلم بمضاعفات الولادة بتخدر تقدير بسيط كرمال السوري التقصيب والقصص اللي بتصير بعد الولادة كلمة وحدة طارت الأحلام كلها عن أبو لقايل لما وعيت عبير وشافت عائلتها من هارا شو خبروكك الأول ماما ضلت لفوا الدور شا ما تخبرني كرمال ما أنقذل أنه كان معي نزيل لما فات خيه بخيه صريح معي كتير تقول له أنت قلي الصراحة وأنا مستعدة أتقبلها شو ما هي قال لي بعرفك قوية وبعرفك أنت بتعطي قوة للناس وتعطينا هون خيه كان وشه مورة مقدموا بكيان قلت له قال لي قم قال لي مشوه قلت له كيف دينته رجله شو لما قال لي وجه كامل كيف صخرة أو جبل نزل على قلبي طيب الأطباء شو قالولك عن قابلية الحياة عن هيدا التفضل ما بيعيش قالولي ما بيعيش من أول لحظة أجعل الدنيا قالوا ما بيعيش أنت بعد ما شفتي أنا بعدني هلما مش شايفتك اللحظة اللي قربت فيها عبير بجا تشوف أبني ثالث يوم وأنا في البيت الفجر عملي بكي بيبكي وما كان يسكت معهم أبدا مين معهم؟ مع ماما وخواتي ما كان يسكت ما كان يسكت أبدا فكانت ماما حملته الفجر أنا صحيت بدي شوف ابني من حقي أنا ابني لو وحش ابني بدي شوفه بدي شوفه بتنهم بدي شوفه لو وصفتوا لي وحش بدي شوفه هذا ابني اللي هو أطعم الروحي بدي شوفه قربت عليه قدت لي ماما يا بنتي الله يخليكي صحي منيح وبعدين بتشوفه وأكيد أنت دا تهتمي فيه أكيد أنت أمه ورح تهتمي فيه ونحن كلنا عم نهتم فيه بس أنت رؤي شوي على نفسك قلت لها بدي شوفه أنا شفته وأنا ما كنت شايفته بس أنا كذبت عماما قلت لها شفته كرملت عطيني ايش حت ماما عطتني يا ماما عم ترجو فيه عم تعطيني يا أنا صفنانة صفنت هيك حملته صفنت فيه كتير يعني ما عرف شو مشاعري ما بقدر أحدده أكذب عليك ما بقدر أحدده أطلع هيك يعني متل ما وصفوا لي ما عنده وج نهائي بس سكت لما حملته سكت بش لما حملته سكت هاي النقطة هل ما بسامح علي أنه تركته يومين عم يبكين ولما حملته سكت بس انصدمت ايه انصدمت مثل الثاني خرس ما بقدر أقضر أنطق ما عدت أقدر أنطق كلمة من جواتي أرفض ولا أقبل ولا شو ما أعرف قلت لها ماما أنتوا كنتوا وقفين برات غرفة الولادة أثناء ما ولدت قلت لي إيه قلت لكم بدلولي ابني أنا قلت لكم بدلولي ابني قلت كل ياتنا وقفين برات غرفة الولادة ملا غير هالغرفة يعني ردت فعل الطبيعية جراء الصدمة أنه أنا ما بجيب هيك ولاد ايه الأب كيف تلقى كيف تلقى أبني ما حكى ولا شي قال لي سلامتك بالدني وهيك الله رايد الحقبات النفسية اللي بلش تواجهها عبير هي وعم بتبلش شوي شوي وبدأ تهتم بابنه أنا قبل كل شي فكرت كيف بدي أعمله عمليات تجميل قبل كل شي عبير هذا ما بدي أعمم ولكن قسم كبير من المجتمع المتخلف أيا كلمة سمعتيا وبعدها لليوم معلمة أنه معقولة بتحبي يعني كيف أنه معقولة بتحبي في أم ما بتحب ابنه يعني هاي الكلمة معقولة بتحبي بس رؤية قال لك قبل شوي أنه عواطفة تجاه ابني بلش تتغير لما حثيت أنه ابني مش رح يكون متل ما أنا بدي يعني ممكن يكون سؤال الناس بتسألوا مش رح تكون متل ما بدنا هن ذاتا ربنا بعضهم مختلفين ربنا بعضهم مختلفين نحن علينا تقبلهم متل ما هن نعزلت عن الناس كرمالك أو كرماله لأ كرماله أنا بخاف عن مشاعره حتى لو ما هو شايف أنا الشايفة حفظاً عن مشاعره حتى لو ما هو شايف إله كرامة وإنسانيته اللي أنا بحافظ عليها قد يصر لو مش طالع من البيت يمكن إله سنتين أبداً ويمكن إله سنتين ما بتعتقد بحاجة أنه يطلع طبعاً طبعاً بحاجة اللي يطلع هو على فكرة بحب الحياة عبير حكينا عن جسدياً حكينا عن الصعوبات اللي بواجهها إدراكياً اليوم أي صعوبات بواجهها أنا أبني ما بيقدر يعود ما بيقدر يمشي بس من كتر ما بحكي معه أنا وبيه والتواصل بيناتنا إدراكه صار أكبر صار يستوعب صار يستوعب مع أنه معه ضمور دماغي ما حدا بصدق الحكي اللي بقوله بس صار يستوعب بتجي بتغنجه بضحك تقوله جوعا بحط إيده بتمه أنه أي بدي أكل يعني بحب أغاني ناسي عجرة في أغاني معينة بحبهم في أغاني ما بحبهم ببكي ما بده هن لأنه دايماً أنا شغالة عليه دايماً شو شغالة على صبي بدي طوره شو اسمه اسمه واجد لأروع القصص اشتركه هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب شكراً للمشاهدة